ونبقى في موضوع السودان ولكن إلى الشق السياسي وآخر تطورات في هذا القتال صحيح نور بدأت منذ منتصف أمس هدنة لمدة 72 ساعة لمساعدة الجهود الإنسانية لأن الوضع الإنساني مزري جدا بوساطة سعودية أمريكية بدأت هذه الهدنة سنقف عند تفاصيل وهل ما زالت محترمة أم هي كمان مثل الهدنات السابقة بوساطة أمريكية وسعودية وفق الجيش السوداني على هدنة لمدة 72 ساعة بدأت منتصف الليلة الماضية وأوضح الجيش أنه وفق على الهدنة لدواع إنسانية والتخفيف عن السودانيين من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على الهدنة لكنها اتهمت في تغريدة على تويتر الجيش بعدم الالتزام بشروط الهدنة قائلة أن طائرات الجيش لا تزال تحلق في سماء الخرطوم بمدنها الثلاث بما يمثل إخلالا بالهدنة وبحسب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين فأن واشنطن تعمل مع شركائها لتشكيل لجنة تتفوض على وقف دائم لإطلاق النار في السودان بالتزامن مع ذلك تتواصل عمليات الإجلاء في السودان عبر ميناء بورت سودان على البحر الأحمر السعودية أجلت 356 شخصا من السودان منذ بدء العملية فيما أعلنت ألمانيا أنها نجحت في إجلاء أكثر من 300 شخص بينهم مواطنون من كل من بريطانيا والنمسا وبلجيكا والولايات المتحدة وجنسيات أخرى وبحسب مراسل الشرق في بورت سودان فأن عمليات الإجلاء تتم بإيصال رعاية الدول الأجنبية إلى مراكز مخصصة حيث تجري عمليات الحصر ليتم نقلهم إلى الخارج عبر السفن والطائرات وينضم إلينا من بورت سودان أحمد العربي مراسل الشرق للأخبار أحمد أهلا وسهلا بك بداية أخبرني عن الهدنة التي بدأت منتصف الليل الماضي هل الهدوء مستتب أم أن مصير هذه الهدنة مثل سابقاتها أهلا بك نادية حتى الآن وفق التقارير المبدئية أن هناك ما زالت اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في مناطق متفرقة لكن حتى الآن لم يتم رصد اشتباكات عنيفة في محيط القيادة العامة أو القصر الرئاسي أو المناطق التي كانت تشهد اشتباكات ما بين الجيش وقوات الدعم السريع عموما حتى الآن ما زال مبكرا تقييم الالتزام بهذه الهدنة لطالما أن السابقاتها من الهدن لم يتم الالتزام بها بشكل كافي بالإضافة إلى الالتهامات المتبادلة ما بين الجيش وقوات الدعم السريع عن الخرق من قبل أي من الطرفين عموما حتى الآن التقارير المبدئية أن هناك اشتباكات ولكن ليست بذات المستوى وليست بذات الحدة هناك أيضا إطرابات أمنية الآن واشتباكات كانت حتى ليل أمس في ولاية غرب دارفور مدينة الجنينة أيضا نحاول جمع المزيد من المعلومات حول امتداد هذه الاشتباكات إلى بقية المدن صباح اليوم طيب أحمد على الصعيد الإنساني يعني بنهاية هذه الهدنة بدأت من أجل جهود الإنسانية ما الذي سيحصل على الصعيد الإنساني هل هناك برنامج معين للجرحة للمستشفيات لعملية إيصال الأدوية أو المعدات اللازمة أخبرني طبعا واحدة من الأشياء المهمة والأساسية في عملية الهدنة الإنسانية هي فتح الممرات الآمنة للمرضى والجرحة ودفن الجثث بالإضافة إلى عملية إجلاء الرعاية الدول الأجانب من السودان إلى وجهات مختلفة يعني واحدة من أهداف هذه الهدنة هي عملية الإجلاء كما تشاهدين ويشاهد المشاهد نحن الآن في الميناء الأخضر بمدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر حيث نتابع عملية إجلاء عدد من الرعاية دولة الهند نحو 300 هندي سيتم إجلاءهم خلال الساعات القادمة أو خلال الساعة القادمة هذه هي آخر مجموعة المجموعة المتبقية الآن تعمل على إجراءات الجوازات الخاصة بجمهورية الهند أحمد لديها سؤال عمليات الإجلاء هذه عمليات الإجلاء أحمد عمليات الإجلاء لكل الأجانب الموجودين بالسودان هل تخيف السودانيين هذه العملية؟ يعني بخافوا أن تشتد المعارك بعد خروج الرعاية الأجانب؟ بلا شك يعني خاصة أن هذا الإجلاء شمل أيضا موظفوء المنظمات الإنسانية العاملة في السودان سواء كان منظمات الغذاء العالمي الصحة العالمية البعثات الخاصة، بعثات الأمم المتحدة وغير ذلك هذا لدى الكثير من السودانيين يعتبر مؤشر خطر بأن ما بعد هذا الإجلاء أنه ستضيق حلقة الاشتباكات عليهم كثيرا خاصة مع تمدد هذه الاشتباكات ووصولها إلى داخل الأحياء بالإضافة إلى وصولها أيضا إلى معسكرات النزوح تعلمين الوضع في دارفور حتى الآن ما زال غير مستقر هناك معسكرات نزوح هناك من يعتمد بصورة أساسية في الغذاء وفي الماء وفي الحصول على الخدمات على هذه المنظمات الدولية يعني هناك فجوة تقوم بسدها هذه المنظمات الدولية فلذلك ترتفع عندهم المخاوف بصورة كبيرة جدا من عمليات الإجلاء أن فور انتهاء هذه العمليات يمكن أن تزيد حدة الاشتباكات وأن ترتفع يعني أعود بك إلى هذه الصورة التي تشاهدين ناري وشاهد المشاهد الكريم هذا الميناء الميناء الأخضر تم تخصيصه لنقل وإجلاء رعاية الدول الأجانب الذين سيتم إجلاؤهم من هنا من مدينة بورسودان والذين اختاروا هذه الوجهة طبعا هناك عدد من الوجهات لعملية الإجلاء هناك من اختار الإجلاء برا عن طريق جمهورية مصر عبر معبر أرقين هناك من اختار معبر القلابات لإثيوبيا العبور إلى إثيوبيا وهناك من اختار الرنك وهي معبر إلى دولة جنوب السودان وهناك من اختار البحر والجو مدينة بورسودان ما يميزها عن بقية المعابر الخاصة بالإجلاء هو توفر إمكانية الإجلاء للمواطنين الأجانب عبر البحر وأيضا عبر الطائرات هذه هي واحدة من الرحلات التي تنطلق من الميناء الأخضر والتي يتم عبرها إجلاء نحو 300 هندي هم كانوا متواجدين في السودان يعملون في مهن مختلفة سواء كان مهن رسمية أو مهن خاصة وهناك من يعمل في أعمال خاصة وغير ذلك فلذلك منذ يومين نادية وهذا الميناء يشهد عملية عبور يمكن القول آلاف من الذين وصلوا إلى مدينة بورسودان بغية إجلائهم وبغية عبورهم إلى الشاطئ الآخر أحمد هناك أيضا مجموعة من الدول التي تتحضر أيضا للقيام بهذا الإجلاء في ساعات الهدنة منها كوريا الجنوبية اليابان الهند اندونيسيا والصين ويمكن غيرها إنما سؤالي هو النازحون السودانيون عبر هذه المعابر التي ذكرت إلى الدول المجاورة كيف يتم استقبالهم؟ نعم مبدئيا حتى الآن الذين وصلوا وعبروا الحدود هم الذين عبروا الحدود المصرية عبر معبر أرجين استقبلتهم جمهورية مصر العربية وقد قدمت لهم مجموعة من التسهيلات فيما يتعلق بالتدقيق الهويات والجوازات جوازات السفر حتى الذين انتهت صلاحية جوازاتهم تم السماح لهم بمهلة ستة أشهر بتجديد الجوازات سواء كان من الجانب السوداني أو من الجانب المصري هذا المعبر الذي يشهد الآن عبور يمكن القول بمئات الحافلات التي تحمل معها سودانيين يريدون العبور إلى جمهورية مصر يعني تم تقديم تسهيلات الأوضاع الآن هناك من يتجه إلى القاهرة هناك من يتجه إلى بقية المدن هناك من يبقى في مدينة أسوان وغير ذلك لكن طبعا نادية في مثل هذه الظروف الكثير من الناس لا يملك خطة معينة تسمح له بالتنقل تسمح له بإيجار منزل تسمح له بشراء احتياجاته الخاصة لأن الظروف هي الظروف حرب ولذلك يغادر البعض دون خطة واضحة لعملية هذه الهجرة أو هذا النزوح ولكن يريد الهروب فقط من مناطق النزاعات التي تشهد الاشتباك ما بين الجيش أرجو أن تتحسن هذه الظروف أحمد بشكل سريع كنت معنا من فورت سودان أحمد العربي مراسل الشرق للأخبار شكرا جزيلا لك